ما تفعله إيران في الحقيقة في العالم العربي هي أنها تستغل نقاط الضعف لاستخدام ميليشياتها في لبنان وسوريا وكذلك في اليمن إيران تستخدم هذه الميليشيات وتخليق ميليشيات إرهابية أخرى في أماكن بما فيها آسيا وإفريقيا حتى تواصل سيطرتها وتحكمها وتبتز حكومات هذه الدول لمجارات مصالحها ولذلك لا يمكن لأحد أن يثق في النظام الإيراني وأخطر شيء تفعله إيران هو أنها تستخدم الاتفاق النووي لتطوير برامج خطيرة أخرى مثل برامج الصواريخ الباليستية فأي انتشار لمثل هذه البرامج يشكل خطورة على الشرق الأوسط والعالم لا بد من صد برامج إيران المهددة للاستقرار ومنعها من تطوير قدراتها النووية